موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم والله مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج اقتصاد هذه الحلقة اللي دائما نحن نسلط الضوء خلالها في أحد المواضيع الاقتصادية ونتكلم عن أبرز معاملات البورصة أسبوعيا إضافة إلى تغطيتنا لمواضيع اقتصادية متخصصة تتناول أبرز القطاعات الانتاجية في الدولة في البداية ستكون من بورصة قطر حيث كان الزميل محمد الشهران يتابع حركة التداولات في بورصة قطر لكن قبلها خلونا نتعرف على عنوين الليلة موسيقى موسيقى بورصة قطر تغلق على انخفاض بنسبة 1.2% موسيقى موسيقى خطط حكومية للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة موسيقى برنامج تصدير من بن قطر للتنمية ومساهمته في تحسين منافسة المنتجات تلك طرية في الخارج موسيقى 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 نفس ما شفنا مشاهدين الكرام هذه العناوين اللي راح تكون معاننا في برنامج اقتصاد ونرجع مع فقرة بن قطر للتنمية اللي دائما نحن نقدمها لكم في برنامج اقتصاد وأيضا بيكون لنا حديث عن الأمن الغذائي في بلادنا قطر لكن البداية وكعادتنا في برنامج اقتصاد بتكون من بورصة قطر حيث كان الزميل محمد الشهراني يتابع حركة التداولات في البورصة حتى نهاية جلسة اليوم الأثنين نتابع يا هلا ومرحبا فيكم عزيزي المشاهدين في الأسبوع الخامس من مؤشر بورصة قطر لو نرجع لبداية سنة 2017 الأسبوع الأول اللي اكتسب اللون الأحمر وأيضا لأسبوع الثاني والأسبوع الثالث كان الوحيد هو اللي باللون الأخضر والأسبوع الرابع أيضا اللون الأحمر اليوم إن شاء الله راح نتعرف على التفاصيل مؤشر بورصة قطر لأسبوع الخامس ومثل ما شايفين أعزائي المشاهدين اللون الأحمر مكتسح لأسبوع الخامس على التوالي بداية عند الساعة التاسعة ونص بـ 10.884 وكان فيه هناك نزول تدريجي لغاية الإغلاق عند 10.747 أما الحجم الحالي لتداولات عندنا 6.163.000 القيمة الحالية 183.258.000 والتغيير عندنا 136.780 بما نسبته 1.26 أما الشركات الرابعة عندنا سبع شركات بداية بشركة دلالة بـ 1.22% بعدها عندنا شركة الملاحة بـ 0.53 أما الشركات الخاصة عندنا 25 شركة خاصة بداية عند شركة قطر بـ 3.09 فيلمية بعدها عندنا شركة أريدو بـ 2.57 فيلمية تقريبا نقدر نقول أن هذا ملخص للسبوع الخامس وحب نوه أن شركة استثمار القابضة لازالت تستقبل أو أنها تستقبل طلبات الاكتتاب في راسمال الشركة عبر الفروع الموجودة للبنك التجاري تقريبا هذا كل اللي عندي نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي واللون الأخضر يكون موجود شكرا للزميل محمد الشهراني على هذه الفقرة التي قدمها لنا أسبوعيا من بورصة قطر نحن دائما في برنامج اقتصاد أيضا نتحدث عن تعاملات الأسبوع الماضي في تعاملات الأسبوع الماضي في الفترة ما بين 22.1 إلى 26.1 ارتفعت أسعار 19 شركة من الشركات الأربعة وأربعين المدرجة في بورصة قطر وانخفضت أسعار 22 شركة فيما حافظت ثلاث شركات على إغلاقهم السابق وسجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بمقدار 48.3 نقاط أو ما نسبته 0.44 في المئة اللي يغلق في نهاية الأسبوع عنده 10.989 أما بالنسبة لتعاملات المستثمرين للفترة من 22 إلى 26.1 فقد وصلت نسبة الشراء للأفراد القطريين في هذه التعاملات كانت 41.3 في المئة وبالنسبة لغير القطرين فقد بلغت النسبة 11 في المئة ونسبة البيع للأفراد القطريين فقد بلغت النسبة 51.9 أو ما يعاد 52 في المئة ولغير القطريين ما يقارب 11 في المئة أما بالنسبة للمؤسسات مشاهدين الكرام فكانت نسبة الشراء للقطريين 27.9 في المئة ولغير القطريين 19.7 في المئة أما بالانتقال إلى المؤسسات القطرية فكانت نسبة البيع 20.3 في المئة ولغير القطريين 16.7% هذه كانت المشاهدين الكرام ملخص لتعاملات الأسبوع الماضي في الفترة ما بين 22 إلى 26 من شهر يناير نتمنى التوفيق لكل المستثمرين في بورصة قطر نحن نذهب معكم إلى فاصل قصير ونرجع نكمل فقراتنا في برنامج اقتصاد انتظرونا مرحبا بكم مشاهدين الكرام متواصلين في برنامج اقتصاد خطط متعددة وجهود متنوعة تفذلها الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم المستثمرين في هذا القطاع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه خلال السنوات الخمس المقبلة ضمن توجه عام لتحقيق هذا الأمن الغذائي بشكل عام للحديث أكثر عن هذا الموضوع وواقع الاستثمار الزراعي وأهميته وسبل النهوض به معنا اليوم السيد النوبي سالم المري مدير عام الشركة العربية القطرية للإنتاج الزراعي قطفة يا مرحبا بك أخي النوبي شرفتنا في برنامج اقتصاد الله يسلمك الشرف لي ومسي عليك وعلى أخوان المشاهدين وأتمنى أن تكون الحلقة اليوم ثرية ومفيدة للمشاهدين بإذن الله قبل أن نبدأ معك حوارنا وقبل البداية نتوقف معكم مشاهدين الكرام مع تقرير أعد لكم فريق برنامج اقتصاد عن الاستثمار في القطاع الزراعي وعقبا نرجع ونكمل حوارنا حد القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات الحيوية والهمة في البلاد لارتباطه بالأمن الغذائي ومن هنا تكمن أهمية الدول الذي يقوم به المستثمرون في هذا القطاع ولا تأل الدولة جهدا في التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يسهم في ضمان الأمن والأمان الغذائي ويبلغ عدد المزارع حاليا أكثر من 1400 مزرعة إجمال عدد المزارع النشطة منها نحو 800 مزرعة تقوم بدور بارز في تلبية احتياجات السوق المحلي من منتجاتهم وخصوصا الخضروات وهناك خطة طموحة لزيادة عدد المزارع إلى 2000 مزرعة خلال السنوات المقبلة ويعزز هذا الطموح الجهود البارزة التي تقوم بها كل من وزارة البلدية والبيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة في دعم المزارع الموجودة حاليا من جهة وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع من جهة أخرى وفي هذا الصدد تدعم وزارة البلدية والبيئة مماثلة في إدارة الشؤون الزراعية أصحاب المزارع على المستويات كافة وبهدف نشر التكنولوجيا الحديثة الموفرة للمياه بالمزارع القطرية قامت إدارة الشؤون الزراعية بتجهيز وتركيب 73 بيتا محميا عام 2016 تم توزيعها على عدد من المزارع القطرية كمنحة من الدولة وفي إطار اهتمامها بالتسويق تم افتتاح ساحات المنتج الزراعي القطري بكل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة لتسويق منتجات المزارع القطرية ويتم حاليا التجهيز لافتتاح ساحتين جديدتين خلال الموسم المقبل كما تم قبل أيام إطلاق برنامج تسويق الخضروات القطرية المميزة المنتج المميز بمجمعات الميرة والذي يهدف إلى تسويق الخضروات القطرية الفاخرة داخل المجمعات الاستهلاكية بشكل مميز يضمن زيادة الطلب على هذه المنتجات على صعيد التشجيع للاستثمار في هذا المجال أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة عن طرح رخصة إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية مشروطة بمتطلبات فنية تكون قادرة على إنتاج ثمانين ألف طن سنويا من الخضروات والفواكه الطازجة على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال خمس سنوات من تاريخ توقيع العقل وتستمر الجهود في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الزراعة وتطوير مشروعات الأمن الغذائي جنبا إلى جنب مع جهود الدولة في هذا الصدد شاهدنا مشاهدين الكرام هذا التقرير لتحدث عن واقع هذا الاستثمار في الجانب والقطاع الزراعي الذي نرى هذا التطور الكبير في الفترة الماضية فيدل على دعم الدولة لهذا القطاع الزراعي في قطر وبالتأكيد الكل هدور في هذا القطاع إن كان المستثمرين في القطاع الخاص وأيضا الجانب الحكومي في دولتنا الحبيبة قطر ونرجع مع ضيفنا النوبي سالم المري مدير عام الشركة العربية الإقطرية للإنتاج الزراعي قطفا أبو سالم شاهدنا هذا التقرير لتحدث عن القطاع الزراعي وأهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطر في البداية شلون تشوف واقع الانتاج الزراعي عندنا في قطر وإلى أي حد ممكن أن يكون هذا القطاع قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في المستقبل القطاع الانتاج الزراعي المحلي في الفترة الأخيرة يشهد زخم كبير هناك زيادة في الانتاج الزراعي نحن نتكلم عن أن في سنة 2014 كان الإنتاج الزراعي حوالي 51 ألف طن ما شاء الله في 2015 ارتفع هذا الرقام إلى 58 ألف طن في 2014 كم كان؟ 51 ألف طن 51 ألف طن نعم في 2015 ارتفع إلى 58 ألف طن ما شاء الله تظهر الزيادة هذه ينفيه زيادة ورقبة في زيادة المساحات المزروعة والإنتاج أنا أظن هذا الراجل للعوامل الأساسية من ضمنها زيادة الوعي عند المزارعين بوسائل الإنتاج الحديثة وكذلك صار عند المزارعين اليوم أو المنتجين خبرة كبيرة في إنتاج الخضروات ذات الجودة العالية بالإضافة للمبادرات المستمرة التي تقدمها وزارة البلدية والبيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة التي حفزت بشكل كبير الإنتاج الزراعي المحلي نعم أبو سالم في الفترة الأخيرة أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله رميحي وزير البلدية والبيئة أن هناك خطة لدى الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الخضروات خلال الخمس سنوات المقبلة برأيك ما هي سبل تحقيق هذا الاكتفاء الذاتي في قطر؟ في البداية أود أشكر سعادة وزير البلدية والبيئة على هذا التصريح لأن الأمانة أعطى دفع كبير للمنتجين الزراعيين وكذلك أعطى مؤشر قوي للسوق بين المستقبل للمنتج المحلي سبل تحقيق الرؤية للأمانة هي رؤية طموحة جدا تحتاج إلى أو تطلب جهد كبير وكثير من القرارات الحاسمة التي تساعد على الوصول لهذه الرؤية من جهة المزارعين أنا أظن أن هذه فرصة كبيرة لتطوير إنتاجهم واستغلال الفرصة التي قدمتها لهم مزارة البلدية والبيئة من ناحيةنا في شركة قطفة وبدعم كبير من شركة حصاد الغذائية والهيئة العربية والاستثمار والإنماء الزراعي هناك خطة تنموية للشركة تشمل إنشاء العديد من البيوت المحمية ومضاعفة إنتاج المحلي خلال فترة القليلة القادمة يعني خلال السنوات القادمة نعم شنو رح تكون فايدتها هذه أبو سالم مضاعفة إنتاج رح تزيد الانتاج المحلي بالتأكيد ورح تزيد الأمن الغذائي والهدف اللي يتنشده للدولة النزين حدثنا عن دور المستثمرين في القطاع الزراعي لتحقيق هذا الهدف الآن الدولة من جانب سعادة محمد رميحي وزير البلدية والبيئة ذكرت أننا عندنا توجه أن نحقق هذا الاكتفاء الذاتي خاصة في الخضروات في الخمس سنوات القادمة دوركم كمستثمرين في هذا الجانب دورنا مثل ما قلتنا نستغل هذه الفرصة نحن الأولى نضع خطط لزيادة الإنتاج بالتوافق الإنتاج الزراعي بالتوافق مع رؤية وزارة البلدية والبيئة أو سعادة الوزير يعني عندنا فيه مساحات كبيرة ما زالت بإمكاننا استغلالها وزيادة الإنتاج الزراعي في قطر لا أظن فيه قابدا أمامه أنه يزيد من كميات اللي ينتجها خاصة في وجود المبادرات الموجودة من قبل الدولة دعنا نتكلم عن هذه المبادرات أبو سالم يمكن الدولة في هذه الأطار قدمت العديد من المبادرات والحوافز لتشجيع الزراعة والتشجيع المستثمرين في القطاع الخاص على الدخول في هذا القطاع وتحقيق الاكتفاء الذاتي لكن ما هي أبرز هذه الحوافز والمبادرات التي تقدم للمستثمرين؟ الدولة تقدم دعم كبير للمزارعين المحليين على سبيل المثال للمبادرات الحوافز المستمرة في مدخلات الإنتاج الدولة تقدم مبيدات ووذور للمزارعين بأسعار مدعومة بالنسبة للتصل إلى 70% كذلك هناك المكاين الزراعية تقدم للمزارعين بأسعار رمزية بالإضافة إلى الدور الإرشادي وإرسال للمختصين دائما بين فترة وفترة المزارع بمحاولة إرشادهم وتسهيل وتقديم لهم توصيات وإرشادات وتقديم التحليل المجاني في المختبر الزراعي هذه من جهة مدخلات الإنتاج من جهة السوق المبادرات الأخيرة أعتقد أنها أعطت دعم كبير للمزارع المحلي وأعتقد أنها ساهمت بشكل كبير في زيادة الإنتاج المحلي خاصة لما شفنا أبو سالم تواجد المنتج المحلي في الساحات سواء ساحة المزروعة أو ساحة الوكرة أو ساحة ساحة الخور نعم الساحات الزراعية واحدة من المبادرات الأمانة يعني المبادرات الرائعة التي قامت بها وزارة البلدية وأنا أحب أن أشكر الأمانة السيد يوسف الخليفي مدير دارة الشؤون الزراعية على المبادرة المميزة هذه لأن المبادرة هذه حلم من أحلال المزارعين أنك ترتبط أو تبيع منتجك بشكل مباشر للمستهلك وفي مكان معين حتى هذه فائدة مشتركة أبو سالم فائدة للمستثمر وفائدة أيضا للمستهلك أن يرى هذا التنوع الكبير من البضاعات اللي جاية من قطر أيضا تعتبر دعم للمنتج المحلي نعم في السابق كانت المنتج المحلي أو المزارع يذهب إلى باع الجملة وبعدين تجزئة وبعدين تصل للمستهلك النهايي الحين المنتج المحلي صار بدون أي وسيط يبيع منتجه مباشرة للمستهلك هذا كمان بدورة يقدم المستهلك فائدة أن يحصل على المنتج طازج جاي من المزارع على طوب وبسعر ممتاز جدا بو سالم الانتاج الكطري دائما نحن نتحدث وأغلب المستثمرين تكلمون عن بعض التحديات التي تواجه هذا المستثمر لكن أخلا نتكلم عن أصحاب المزارع بالتحديد أبرز التحديات التي تواجههم بو سالم التحديات تنقسم القسمة الرئيسية القسم الأول هو العوامل الطبيعية والظروف الطبيعية للمنطقة التي نحن عايشين فيها الحار والشامس وغيرها من الأمور التربة والمياه تحتاج تزيد تكلفة على المزارع لأنك تحتاج تحلي المياه وتضع عناصر غذية في التربة كذلك الطقس ولو كنت أرى أن الطقس نحن عندنا طبعا شهر 6 و 7 و 8 من الأشهر الصعب جدا نزراع فيها إذا كانت الزراعة تقليدية لكن أنا أرى أن الشيء هذا بالإمكان تجاوزه من خلال المحميات؟ نعم من خلال البيوت المحمية نحن نرى مثلا في دول مثل هولندا هولندا ثاني أكبر منتج زراعي في العالم أو مصدر غذائي في العالم يعني عندها نفس المشكلة عندها ثلاثة شهور في السنة في الشتاء لا يستطيع إزراع فيها ولكن يستخدم البيوت المحمية لتخطي هذه المشكلة لماذا لا نتبنى هذه التقنيات؟ هذا شيء راجع الوضع السوق أعتقد أن المنتج المحلي محتاج سعر جيد المنتجة حتى يستطع يتبنى هذه التقنيات الجديدة وإضافة بحاجة إلى دعم حتى من جانب المحميات الموجودة إذا كان هناك محميات موفرة بسعر أقل من السعر الموجودة كذا سنحصل استمرار هذه الزراعة طول أيام السنة دعنا نتكلم عن الساحات ساحات المزروعة وأيضا ساحة الخور وأيضا ساحة الوكرة أهمية وجود هذه الساحات للمستثمر الإكترية وأيضا أهمية التواصل بينه وبين المستهلك هي أعطت فرصة كبيرة للمنتج المحلي أنها تفتحت خط مباشر بينه وبين المستهلك صار اليوم عنده خبرة في رغبة المستهلكين وإيش الأشياء لي أفونا صار في معرفة للمستهلك والمنتجين المحليين بشكل مباشر بدون وسيط هذا بالإضافة للسعر الجيد الذي يحصلونه من المزارعين من هذه الساحات وأفضل من قبل قبل كانت تروح لبائع الجملة وبعدها تروح لبائع التجزي أنا بس ما قلت الحين خلاص التواصل صار مباشر وأيضا يستفيد المستهلك بسعر أفضل وأيضا يستفيد المستهلك بسعر أفضل كذلك المنتجات هذه وفرت متنفس الأمانة حق المنتجين المنتجين اليوم صار عندهم خبرة أكثر في التسويق الزراعي أنا أتمنى الأمانة أن الساحات هذه تعمم وتكثر وتتوسع فيها الحكومة بإذن الله هذه التجربة أكيد أن ننجحت ونشوفها ناجحة ونشوف هذا التوسع الموجود وأيضا نشوف الجميل أن وزارة البلدية والبيئة تنظم بعض الفعاليات في الساحات فهذه تحيي الساحات وتجذب الناس للحضور وتواجد فيها نعم صحيح هناك مهرجان العسل ومهرجان الورود هذه المهرجانات التي بين فترة وفترة في الساحات تزيد من الأقبال للناس على الساحات هذه أعتقد أن الساحات الآن تتطور سنة في سنة بدأت أعتقد في ساحة واحدة في المزروعة الآن أعتقد ثالث ساحات في الوكرة وفي الخور وفي الزخيرة دعونا نتكلم عن الذي يميز المنتج الزراعي وغيره من المنتجات الأخرى المستوردة دائما نحن نقول نريد أن ندعم المنتج دكتوري لكن ما هو الشيء الذي يميز هذا المنتج أبسال أولا المنتج القطري منتج ذو جودة عالية يتفوق على كثير من المنتجات التي يأتي من بره الأمانة بكل صراح ثانيا المنتج القطري يأتي مباشرة من المزرعة للمستهلك طازج طازج يعني قيمة الغذائية كاملة فيها بعكس المنتجات التي تأتي في الثلاجات تأخذ أيام لما توصل تكون فقدت كثير من قيمة الغذائية فالمنتج القطري قيمة الغذائية أفضل وجودتها عالية جدا نعم دعنا نتكلم عن جانب آخر الزراعة بدون تربة أهمية التوسع فيها لمواجهة المشاكل التي ذكرتها أبو سالما وأيضا لمواجهة مشكلة نقص الأراضي الصالحة للزراعة الزراعة بدون تربة أولا هي زراعة تنفيها التخلي عن التربة طبيعية وإبدالها بوسط مائي يحتوي على كل العناصر المغذية للنبات كيف هذه؟ أريد أن تشرحها لنا أكثر وتوسطها مجرد أن العناصر الغذائية الموجودة في التربة هناك عناصر معينة أسفات أو أشياء موجودة داخل التربة يتم حقنها في الماء ووضع النبات في وسط معين وداخلها الماء الموجود فيه العناصر المغذية فالنبات في هذه الحالة لا يحتاج تربة مجرد العناصر الغذائية كلها عندها سبحان الله التقنية هذه مميزة جدا خاصة في موضوع توفير المياه التقنية هذه توفر المياه بالنسبة 70 إلى 90% في بلد في قطر يعاني من شح المياه تقنية هذه ممتازة جدا الشيء كذلك منتجاتها ذات جودة عالية جدا هل نعاني من شح المياه بسالم؟ نعم قطر تعاني من شح المياه عن قطر تتكلم عن أنت تتكلم عن مياه خاصة بالزراعة أو أننا شبه جزيرة من ثلاث جهات لا هذه مياه مال نحتاجها إلى تحلية إذا كان في تحلية معناتها ارتفاع أنت تفضل أن يكون عندك مياه صالحة للزراعة مباشرة بدون تحلية فأنت تحلي المياه الزراعة هذه كذلك إذا استطاع المستثمر أن يعرف ميزتها ويختار المزيج من الخضروات ذو العاد العالي فأعتقد أنها ستتحقق نجاح كبير جميل جميل نتمنى التوفيق لهذا النوع من الزراعة الزراعة بدون تربة صراحة معلومة جديدة في قطر موجودة حاليا ويتم زراعة فيها في بعض أصحاب المزار عندهم إياها نعم وفي شركات محلية حتى تعمل البيوت هذه يعني شركات محلية متخصة في عمل بيوت بدون ما تجلب أي شركة من الخارج معلومة جديدة هذه صراحة ونستفيد منها ونستفيد منكم أخوي بسالم ونتمنى أيضا تطور هذه التقنيات وفي النهاية المستفيد الأكبر المستهلك وأيضا تحقيق الاكتفاء الذاتي من جانب الأمن الغذائي عندنا في قطر مسالم اطرحت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة رخصة إقامة أربع مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي والغذائي الأول إلى أي حد يشجع هذه المبادرة على زيادة الاقبال على الاستثمار الزراعي والله أنا أريد أن أشكر وزارة الاقتصاد والتجارة وزارة البلدية والبيئة هم وزارة نشطة عز الله في القطاع الزراعي ودائما يحاولون أنهم يخرجون بمبادرات مبادرات دائما ومستمرة طول السنة من الوزارتين هذولا أنا أرى أن هذه فرصة يعني وتيحت للقطاع الخاص أن يدخل في استثمار في القطاع الزراعي ومساحات كبيرة أنا أعرف أنها ممكن أن ننتج كميات كبيرة في المساحات هذه أعتقد أن الدولة في هذه المبادرة وفرت الأرض وفرت البيوت المحمية الدور الباقي على المستثمارين أنهم يدخلون في هذا المجال يطورون أنفسهم ويبدون بالإنتاج نعم تمنى لهم التوفيق قطار تعتبر من الدول التي حققت نجاحا كبير في الزراع في البيوت المحمية أهمية هذا النوع من الزراع قطار في البداية رائدة في البيوت المحمية نتحدث عن شركة قطف وضعنا بيوت محمية من شئة سنةbands وثمانين ما شاء الله مستمر من سنة 떠� unstoppable وما زل رغم الظروف الجوية اللي تمام مستمر بيوت محمية جيدة من شئة سنةients وثمانين والحين في قطار ما شاء الله البيوت المحمية صار فيه شركات محلية تنجل البيوت المحمية عندنا في قطفة نعمل عشرات البيوت المحمية في المزارعين المحليين وكذلك في شركات أخرى تعمل بيوت هذه المحمية البيوت المحمية مهمة جدا في الزراعة لأنها تضمن جودة عالية جدا كذلك إنتاجيتها في المتر المربع أكبر بكثير من الحقول المكشوفة لأنك في البيوت المحمية تستطيع أنك تزرع زراعة عمودية فيصير المتر المربع فيها عدد أكبر من نباتات بعكس الزراعة المكشوفة كذلك هي توفر بيئة مثالية للنبات أنها ينمو وينتج بجودة عالية البيوت هذه المحمية إذا تم تبريدها معناتها أنك تقدر تحصل إنتاج طول السنة وتخطم مشكلة شهر 6 و 7 و 8 التي تعني منها إنتاج الزراعي في قطر جميل اليوم البيوت المحمية صارت ثمنها أقل وصارت الخيارات متوفرة بكثرة عند المزارعين وأعتقد أنها البديل الأمثل للزراعة في قطر جميل جميل وجميل هذا التطور بس هالم نحن نشوف في بيوت المحمية ويضاف عليها أيضا التبريد فهذا شيء جميل على التغلب على العوامل الجوية التي يمكن تأثر على الزراعة أنا دائما أقول أن العوامل الجوية في قطر لا تشكل مشكلة لأن عندك اليوم هذه البيوت المحمية تقدر تعملك البيئة المثالية للزراعة فما صارت البيئة مشكلة مثل ما قلت مثلا في هولندا أو في أوروبا عندهم مشكلة أنهم لا لديهم أي ضوء يعني الضوء طول السنة عندهم قليل جدا في مشكلة في مشكلة أكيد بعكس الخليج عندنا الضوء طول السنة هو عامل أساسي النمو النبات في قطر وفي العالم نعم خلنا نتكلم بشكل عام عن أبرز التحديات التي تواجهكم في الاستثمار في المجال الزراعي يعني أكيد في بعض الصعوبات بعض الأشياء التي تواجهنا لكن أريد أن نتكلم عنها بشكل عام مشكلة الكبيرة في الاستثمار في المجال الزراعي تتمثل في العائد المادي العائد على المستثمرين حاليا المستثمرين يلديهم مشكلة أعتقد في مجال التسويق وكذلك في بيع منتاجاتهم بعائد مجزي لكن الآن بعد مبادرة السحات هذه أعطت شوي بالتأكيد هي أعطت نفس للمنتجين لكن بعد بحاجة لكننا بحاجة أكوى كثيرة نزيد عدد المنافذ التي تنفذ هذه المبادرة هل في توجه أن يتم دعم المستثمرين لتصدير المنتجات الإكترية توقعنا في وقت من الأوقات نشوفها براء وتباع حاليا في منتجات قطرية خضرات قطرية تصدر الخارج ما شاء الله نتكلم عن تصدير للمانيا نتكلم عن تصدير الخليج نتكلم في تصدير حاليا شيء طيب نعم المنتجات القطرية مثل ما قلت لك جودتها عالية وتقدر تصدر أي مكان في العالم أعتقد فيها دولة ممثلة في بن قطر التنمية عندهم مبادرة حاليا له تصدير نتكلم عنها في الفقرة الجاي أنا أعتقد أنه سيكون لدور كبير في تصدير المنتجات والخضرات القطرية للخارج أتمنى لهم التوفيق لكن قبل أن نختم أطلقت وزارة الاقتصاد وأيضا الأخوان في غرفة صناعة القطر مبادرة لإنشاء جمعية المزارعين التعاونية فكرة هذه الجمعية وأيضا أهمية وجود هذه الجمعية عندكم والله فكرة جيدة لا معنى لأن الجمعية المزارعين تعتبر مثل الكيان الذي يمثل كل المزارعين المتجين المحليين في قطر فهي التي توصل آراءهم وأفكارهم بشكل موحد لجميع الجهات ذات الصلة نعم فمن المهم وجودها مهم جدا يعود بفائدة كبيرة على المزارعين وممكن كذلك تقوم بدور أكبر من خلال تسويق كذلك للمنتجين المحليين بشكل عام صحيح جميل وتكون مرجع أيضا للمستثمرين في القطاع الزراعي قبل ما نختم معاك ودي بكلمة للأشخاص اللي ودهم يستثمرون في القطاع الزراعي عندنا والله أنا أوجه كلمة للشباب أقول لهم أن القطاع الزراعي اليوم في حاجاتكم نتكلمون عن غذاء وأبنائكم وأحفادكم قطاع الزراعي في قطر محتاج قيادات شاب أو شاب يعملون فيه يعني القطاع الزراعي قطاع واعد قطاع مهم قطاع فيه الكثير يعني من المتعة يعني أنا أتكلم أني أنا قبل أربع سنوات كنت أشتغل في قطاع النفط يعني وانتقلت للقطاع الزراعي قبل أربع سنوات ما وجدت متعة مثل ما وجدتها في القطاع الزراعي والتحديات الموجودة فيه بدعم مشركة حصاد الغذائية ممثلة في رئيس مجلسة الدارة السابقة الله يذكره بخير لسيد ناصر الهاجري انتقلت للقطاع الزراعي ومن ذاك اليوم هنا في متعة كبيرة جدا أتمنى لك التوفيق أخوي نوبي سالم المري مدير عام الشركة العربية الإلكترية للإنتاج الزراعي قطفا شكرا لك وانتمنى لكم كل التوفيق في الفترة القادمة مشكور أزاك الله خير مشاهدين الكرام نحن نذهب معكم إلى فاصل قصير وننتقل بعده إلى الفقرة الأخيرة من برنامج اقتصاد التي نتحدث فيها مع الأخوان في بن قطر للتنمية عن مبادرة تصدير انتظروا يا مرحبا بكم مشاهدين الكرام استمرين معاكم في برنامج اقتصاد في إطار تعريف الشركات الإلكترية بآليات وفرص التصدير في الأسواق العالمية ومن أجل تحسين فرص ربحيتها وزيادة قدرة المنتجات الإلكترية على المنافسة في أسواق التصدير العالمية المختلفة أصدر بن قطر للتنمية برنامج تصدير هذا البرنامج المميز الذي نتعرف عليه في هذا اليوم مشاهدين الكرام مع السيد حسن خليفة بوشرباك المنصوري المدير التنفيذي لتنمية وترويج الصادرات في بن قطر للتنمية يا مرحبا بك أخي حسن شرفتنا في برنامج اقتصاد الله يحييك وشكر لك على الاستضافة وأتبعنا إن شاء الله تكون حلقة مفيدة لقطاع الشركات الصغيرة المتوسطة بدولة قطر بإذن الله قبل أن نبدأ معك حوارنا أخي حسن نتوقف معكم مشاهدين الكرام مع تقرير عام يلخص أبرز ما أنجزه برنامج تصدير حتى عام 2016 ونرجع من بعد لنفصل كل ما يتعلق بهذه المبادرة منذ إطلاقه عام 2011 بهدف تطوير وترويج الصادرات القطرية في الأسواق العالمية ساهم برنامج تصدير في تمكين 40 مصدر جديد حتى عام 2016 تأمين عقد صفقات بقيمة 720 مليون ريال حتى 2016 المساعدة في مشاركة 76 الشركة في 6 معارض دولية تأمين مشاركة 117 شركة محلية في الفعاليات الدولية يشكل البرنامج خارطة طريق للمعلومات التجارية يقدم البرنامج المناقصات الدولية المساعدة في مشاركة 41 شركة محلية في ثلاث اجتماعات ثنائية دولية يوفر البرنامج معلومات ذات الصلة بالسوق والأعمال التجارية يصدر البرنامج دليلاً للشركات القطرية المصدرة وعرض إمكانياتها وتنوع منتجاتها نرجع مع السيد حسن خليفة أبو شرباكي المنصوري المدير التنفيذي للتنمية وترويج الصادرات في بنك قطر للتنمية ونتحدث بشكل أكثر عن برنامج تصدير أبو علي ودنا نتحدث بشكل عام عن هذا البرنامج ودنا نعطي المشاهدين نبذى عن هذا البرنامج خاصة أنه مر عليه في هذه الفترة ست سنوات من إطلاق البرنامج بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أحب أن أذكر نقطة أنه بناء على رؤية قطر 2030 نعم واحد من الركاز الأساسي الذي كان التنمية الاقتصادية تنمية الاقتصادية من ضمن دعاماتها الأساسية إيجاد مبادرة أو برنامج لتنمية صادرة القطاع الخاص القطري وخاصة الشركات الصغيرة ومتوسطة بدأنا في بداية 2011 عن طريق إنشاء آلية لضمان ائتمان الصادرات القطرية من خلال تأمين الصادرات كانت البداية الذي هو إعطاء المصدر القطري ضمانه لمدفعاته في حالة عدم السداد من المستورة الخارج عن طريق الكريدت إنشورانس ويسمى ضمان ائتمان الصادرات في كل فترة في نهاية 2011 بدأنا القسم الثاني من تنمية الصادرات اللي هو تنمية إدارات متخصصة تنمية لتنمية الصادرات ولترويج الصادرات جميل بدأنا بتأسيس أو بعمل استراتيجية متخصصة لتنمية الصادرات القطرية الغير نفطية في دولة قطر أحب أن أركز أن تركيزنا كان ولا زال على القطاع الخاص القطري الغير نفطي في دولة قطر حددنا من خلال هذه الدراسة منتجات القطرية اللي يمكنها تنافس في الأسواق الخارجية برع على أسس ومعايير دولية تحكمها القوانين والضوابط الدولية جميل كذلك حددنا الأسواق اللي ممكن تدخلها للمنتجات القطرية بكل سهولة ويسر مثل ما قلت بناء على ضوابط وقوانين والمعايير الموجودة في كل بلد هو بالضبط فحددنا المنتجات والأسواق المستهدفة بناء على هذه الاستراتيجية ظهرت عندنا كثير من المبادرات والخدمات اللي ممكن تساعدنا في تحقيق هذه الاستراتيجية في الشقين الترويجي والتنموي التنموي اللي هو بناء قدرات المصدرين القطريين بناء المعرفة عندهم تزويدهم بكل ما يجب معرفته بخصوص عمليات التصدير في قطر وفي هذا الحديث يمكن نتطرق على واحدة من أهم الإصدارات عندنا في برنامج تصدير اللي هو كتاب برنامج أو أسرار التجارة هذا تم التعاون فيه مع مركز التجارة الدولي في جنيف هو أحد مؤسسات منظمة التجارة العالمية كتاب يجيب عن جميع أسألة الخاصة بعملية التصدير من دولة قطر إلى جميع دول العالم وإضافة إلى باب كامل متعلق بالاستيرات كذلك التعاون فيه مع جميع وزارات الدولة المنوط بها عملية تسجيع الصادرات في دولة قطر والحمد لله قاعد يشهد أقبال كبير من الشركات نسختين باللغة العربية واللغة الإنجليزية هذا ما يتعلق بالشق التنمي هذا ما يحتوي الإجابات ملخص هذا الكتاب أسرار التجارة كتاب الإجابات حول التصدير للشركات المصدرة الصغيرة والمتوسطة الحجم كل ما تبغي تعرف عن عملية التصدير في دولة قطر ما عندك خبر عن التصدير كل سؤال أو كل جواب ستلاقيه في هذا الدليل أو هذا الكتاب الذي ساعدت الشركات المصدرية جميل يعني واحدة من الأسئلة الموجودة مشاهدين الكرام ما هي أفضل طريقة لشحن البضاع فيوضح حق المستثمر النقل البحري النقل الجوي النقل البري النقل المائدة يعني مفصل تفصيل بالضبط ويعطيك أجزاء free on board والCIF كلها بصطلحة يعرفون وبالعربي وبالإنجليزي نسختين وعلي زين شفايدة هذه الكتابات التي أنتم مصدرينها في مبادر التصدير أخي حسن يعني مثلا عندك هذا المنشور المنشور يحدد لك الخدمات التي قدمها برنابج التصدير بالشقين التنموي والترويجي يعني هذه هي المبادرات التي ظاهرت من خلال الاستراتيجية عندكم تنمية وترويج الصدرات تنمية وترويج الصدرات كلهم إدارة منفصلة عن بعض وكل الإدارة تعمل فيما يخصها التنمية مثل ما قلنا بناء قدرات الشركات المصدرة دعنا نتكلم أخي حسن عن هذا البرنامج برنامج تصدير ينظم اجتماعات للمصدرين المستثمرين الإكتريين وأيضا الأشخاص والموردين الذين يشترون البضايع الإكترية من مختلف أنحاء العالم لكن أهم القطاعات الاقتصادية التي تركزون عليها في هذا البرنامج مثل ما قلت لك استراتيجية التصدير عندنا في البداية حددت أربعة من القطاعات المهمة التي كنا نتعامل معهم من خلال تنمية الترويج الصدرات أول قطاع هو قطاع الصناعة البلاستيكية قطاع الأدوات الكهربائية قطاع الأغذية قطاع مواد البناء السنة الماضية أنضم قطاع جديد وهو قطاع الأثاث والتصميم الداخلي للشركات الغاطرية والآن في قطاعها جديدة قاعدة تبشر بالخير يعني اليوم كان عندنا ورشدة عمل في إدارة المعارض قطاع الغازات الصناعية هذه كلها الآن راح تضاف كقطاعات جديدة إن شاء الله من خلال مراجعة استراتيجية التصديل الخمس سنوات القادمة إن شاء الله نعم خلينا نتحدث عن الآلية التي يعتمد عليها هذا البرنامج للترويج لصادرات المنتجات القطرية من الشركات الصغيرة والمتوسطة إذا لاحظت في الكتيب عندنا من أهم الأدوات أو الخدمات التي تساعد في ترويج المنتجات القطرية أو المشاركة في المعارض الدولية سبيل المثال الآن بأعطيك مثال السنة هذه 2017 عندنا 10 معارض مشاركة في 10 معارض تغطي جميع القطاعات التي قلت لك عنها على سبيل المثال يعني مثلا الشهر الإطاف كنا شاركين في القطاع في دبي الشهر الجاية عندنا الأدوات الكاربائية المدليس معرض الشرق الأوسط ما الذي تم من خلاله الآن إذا تواجدت الآن بغطر التنمية الحمد لله يوفر للشركات القطرية المصدرة أمانة خدمة مدفوعة التكاليف تقريبا نتكلم لك عنه الآن في دول الخليج البنك يتكفل بحجز المساحة ببناء الجناح القطري بطباعة وعمل المواد الترويجية للشركات القطري عمل كتيب خاص عن كل شركة يحتوي صفحة كاملة عن كل شركة لتوزيعها في المعرض إضافة لتوزيع الشركات القطرية المصدرة التي سنطرق لها بعد شوية إن شاء الله خارج دول الخليج البنك يتكفل بجميع التكاليف المتعلقة بالمعارض من السكن تذاكر ومواصلات للشركات القطرية المشاركة في الجناح نعم دعنا نتكلم عن التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه المستثمرين الدكتوريين أهم هذه الأشياء الموجودة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يتمنون أن يصدرون منتجاتهم للخارج لكن هناك بعض العوائق والتحديات التي تواجههم بناء على النقطة التي أثرتها الآن أحب أن أذكر أنه عندنا واحدة من المبادرات التي أخرجها يعني أطلعت من الاستراتيجية الذي هو إنشاء لجنة لتنمية وتطوير الصادرات مهمتها الأساسية بحث المشاكل التي تواجهها القطع الخاص في مجال التصدير الأعضاء منها عندنا أعضاء ممثلي من غرفة التجارة وزارة التجارة وزارة الصناعة الموانئة الملاحة غرفة قطر دائما نعقد اجتماعات دورية في السنة مرتين نحاول نرفع المشاكل التي تواجهها القطع الخاص لمتخذي القرار والوزارات المعنية في محاولة لتدليل المشاكل التي تواجهها القطع الخاص خاصة في مجال النقل من المصانع إلى الموانئ التكلفة العالية التي واجهونها الشركات القطرية الآن حاليا في مجال تكاليف الكهرباء التي زادت عليهم مثلا الأخير الرسوم العالية في الميناء هذه المشاكل دائما نتأكد يؤثر على تسعير تسعير المنتجات القطرية وبالتالي يؤثر عليها أو على مدى منافسة في الأسواق العالمية صحيح فالبنك دورنا يذلل هذه نحن دائما نحاول نذلل والأخر رئيس تفيد عبدالأجزة الخليفة لا يقصر دائما معنا في محاولة التواصل مع الجهات الأولية إلى محاولة تدليل المشاكل هذه نعم بالنسبة لهذا البرنامج يقدم دعم للمصدرين القطريين لكن دعونا نتكلم أكثر عن هذا الدعم الذي قدمه وهل هناك شروط من قبل بنك طريق التنمية وعندكم في برنامج تصدير للدخول في هذا البرنامج بحيث أن أحد المشاهدين والمستثمنين الموجودين عند الرغبة أن يصدر منتجه ما هي الشروط المهم أن يستوي فيه هذا الشخص لا يوجد شروط لا يوجد أن يتصل فيه في برنامج تصدير في بنك التنمية ونحن نقوم بالواجب نوعية الدعم الاستفادة والدعم غير محدود لجميع شركات القطع الخاص في دولة قطر لجميع بلا استثناء سواء كانوا عملاء مع بنك التنمية أو ليسوا عملاء ليس عندهم قروض أو شيء عادي شركة تبغي تصدر جديدة ليس لها علاقة في بنك التنمية من خلال القروض أو حاجة يستطيعون استفادهم من جميع الخدمات التي نوفرها أهم شيء يكون مشروع قطري وصناعة قطرية نهاية هدفنا له ميدان قطر صناعة في قطر ترويجي لجميع دولة حالا جميل هذا الشيء الطيب بالفعل الآن الكورة في ملعب الشباب وملعب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قامت تنتج عدد كبير من المنتجات الإلكترية التي نفتخر فيها ونتمنى أن نرى المنتجات الإلكترية تنتشر في دول الخليج والدول العربية وأيضا دول العالم وهذا البرنامج برنامج تصدير من قطر للتنمية يساعدكم ويساهم أيضا في استمرار هذه الرغبة وتحقيق هذا الهدف بإذن الله أن نرى منتجاتنا الإلكترية تنتشر على مستوى العالم في المستقبل دعنا نتكلم عن وكالة تصدير التي تقوم في نشر كتاب أسرار التجارة التي تعرفنا عليه وأيضا عدد من الأمور التي تقوم في تثقيف المصدرين الإلكتريين ودائما أنتم استمرين في تقديم ورش عمل ودورات تدريبية للمصدرين لكن دعنا نتكلم عن ورش العمل وأهم الأشياء التي تركزون عليها في ورش العمل للمصدرين الإلكتريين يعني من بداية برنامج تصدير أحب أن أذكر أنه لغاية 2016 كان عندنا يمكن 22 ورشة عمل 22 ورشة عمل من 2017 لدينا خمس ورش عمل أولها ابتدى اليوم لغاية بكرة على مدى يومين مختصة في إدارة المحارب كيف أنت مصدر قطري تروح معانا في الجناح القطري و تروج و تروج و تروج و تروج منك قبل المشاركة خلال المشاركة بعد المشاركة كيف المشاركة اليوم الحمد لله الحضور يعني السنة مبشرة بالخير آخر أحصائية أنا يعني شيكت عليه مع الجماعة كان عدد الحضور 82 ما شاء الله 82 شخص يعني هذا جدا رقم مشجع بالنسبة لنا الحمد لله وبكرة بيكونون اليوم الثاني و ورشة العمل جدا مفيدة كذلك نركز على كثير من المواضيع التي تم الشركات أو المصدرين القطريين منها على سبيل المثال واحد من ورش العمل التي سنعقدها في شهر ثلاثة أفضل الطرق والوسائل للتعامل المالية في عملية التصدير بينك وبين المستورد خارجه عندنا ورشة عمل عن الرمز المنسق اللي هو متعلق بالرمز الخاص بالمنتج مالك كيفية التعامل معه كمصدر قطري وكاستفادة من الرمز بالإضافة لعدد كثير من المصدرين الآن أصحاب الشركات شو ممكن يعرفون عن هذه الورش العملي هل في رقم تواصل معكم تأثرت نقطة جدا مهمة الآن نحن كل سنة نقوم بطباعة وعداد كتيب أو جدوى للفعاليات والأحداث للسنة كاملة هذا مثال كامل عن فعاليات تصدير عن فعاليات تصدير اللي يشمل على المعارض واللقاءة الثنائية والمرش العمل إن شاء الله هذا أو بداية الأسبوع الجاي الكالندر لـ 2017 يكون جاهز إن شاء الله في مرحلة الطباعة يحتوي على جميع الفعاليات اللي بنظمها برنامج تصدير بنك خطر للتنمية إن شاء الله طوال 2017 نعم تمنى لكم التوفيق لكن بالنسبة لبرنامج الاستعداد للتصدير دوره في دعم الشركات التصنيع اللي تصبح مستعدة للتصدير يعني أنتوا يعني ما توليتم موضوع التصدير بل حتى الشيء الذي يسبق وهو الاستعداد للتصدير هو بكل بساطة تحويل شركات ما تصدرت ولا مرة من قبل إلى شركات تصدر لأول مرة يعني الحمد لله في 2006 كان الهدف أن نخلي ثمان شركات تصدر لأول مرة الحمد لله خلينا 11 شركة تصدر لأول مرة في 2016 أحب أذكر بداية برنامج تصدير كانوا معانا أو الشركات اللي يستفيدون من خدماتنا 23 شركة الآن وصلنا لعدد 154 شركة الدليل المصدرين القطريين بس لو نلقي نظرة عليه بعد ذلك هذا الكتاب يحتوي على جميع القطاعات اللي قاعدة البنك يخدمها في مجال الصادرات قطاعات مصنفة في كل القطاعات وكل شركة لها صفحة كاملة عن معلومات عن الشركة وصور المصنع والمنتج وأرقام الدولية للمنتج هذا يستخدم ووزعناه على سفراتنا في الخارج وحطين حتى أيضا طرق الاتصال والتواصل والتواصل الآن هذه النسخة الثانية الآن في الأسبوع الجاي إن شاء الله بنطلق النسخة الثالثة تحتوي تحتوي 130 شركة 130 شركة قطرية كل شركة قطرية وجميع القطاعات النسخة الجديدة إن شاء الله راح يتحتوي هاي الواحد والله مشاهدين يخلي هالكتاب عنده في البيت ومتى ما احتاج شيء بإمكان أن يشوف أي قطاع يبغيه ويستفيد منهم ورقم التواصل موجود تحت في الأسفل وبإمكانكم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركات الإلكترية ويعتبر دعم لهم وهم يستهلون كل الدعم جهد كبير صراحة دليل الشركات الإلكترية المصدرة منتظر الدليل الجديد إن شاء الله على الأسبوع الجاية واللي بعد أنا أريد أن أسخة منها أو تكون أخف شوي وأنها إن شاء الله ثقيل عدا أمشي أنا أحصل على نسخة منها أخي حسن الله يبسرك بالجنة نحن بناية تحديثنا معاك نشكرك أخوي حسن خليفة بوشرباك المنصوري المدير التنفيذي لتنمية وترويج الصادرات في بنك قطر للتنمية على حضورك وتشريفك لنا في اقتصاد ساعت بالمشاركة وأتمنى إن شاء الله من مجتمع الشركات الصغيرة ومتوسطة في دولة قطر الاتصال فينا دائما خدمة مدفوعة التكاليف من الدولة فأتمنى من الشركات القطرية أن تتجي وتستغل الفرصة لزيادة صادرات المساهمة في الناتج القومي لدولة قطر إن شاء الله تمنى لكم كل التوفيق بذلك مشاهدين الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج اقتصاد وفي الختام تذكير بالعناوين بورصة قطر تغلق على انخفاض بنسبة 1.2% خطط حكومية للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة برنامج تصدير ومساهمته في تحسين منافسة المنتجات الإلكترية في الخارج في نهاية حلقتنا مشاهدين الكرام نتمنى أن نكون قدمنا لكم معلومات مفيدة من خلال برنامجكم الأسبوعي اقتصاد نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم على خير مع السلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر